كشفت وكالة رويترز عن جهود سورية وخبراء قانونيين ودوليين لإنشاء محكمة دولية جديدة لاستخدام الأسلحة الكيموية في سوريا وتزامن ذلك مع عقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع الخارجية الأمريكية اجتماعاً ناقش خلاله عدة ملفات بما فيها سوريا فيما قدمت المنظمة تحديثات حول عملها في البلد وتتهم عدد وجهة سوريا ودولية النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مناطق متفرقة من البلد في حين يرفض نظام كل تلك التهام فشلت روسيا في تأمين إعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفترة جديدة مدتها عامين وفقاً لنتاج التصويت الذي أجري خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في المنظمة وبدوره رحب مدير الدفاع المدني السوري بخروج روسيا من المجلس التنفيذي للمنظمة قائلاً إن الإجراءات التي تم اتباعها من الدول الأعضاء في المنظمة هي خطوة بالاتجاه الصحيح في حين تدافع روسيا باستمرار عن النظام السوري وتنفي استخدامه الأسلحة الكيميائية قالت صحيفة نزاف سيميا الروسية إن عدم مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في المؤتمر الدولي للمناخ في الإمارات يرتبط بمذكرة اعتقال بحقه أصدرها القضاء الفرنسي هذا الشهر وأضف التقرير أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين سرية المفعول بين باريس وأبو ظبي ورفض الأسد المشاركة في القمة قرار مدروس ومدفوع بإصدار محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحقه وذكرت وسائل أعلام شبه رسمية أن رئيس الوزراء حسين عرنوس سيترأس الوفد السوري للمشاركة في القمة عقب أشهر من دعوة رئيس الإمارات الأسد لحضور قمة المناخ والتي لاغت انتقادا دوليا كشفت وكالة بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية عرضت على إيران تعزيز التعاون والاستثمار الاقتصادي في حال منع الطهران وكلاءها الأقليميين من توسيع الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس في غزة وتشن فصائل المقاومة المتحلفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق هجمات شبه يومية على القوات الإسرائيلية والأمريكية بالتزامن مع التصعيد في غزة في حين تم في إيران صلتها بالهجمات واصلت قوات العشائر العربية لليوم الرابع على التوالي هجماتها ضد قصد في ريف ديرزور رغم جهود الوسطة التي يبذلها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قيادة قصد قد عقدت اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء الماضي ضمن ممثلين عن التحالف الدولي والشيوخا ووجهاء عشيرة العكيدات في ديرزور وذلك على خلفية مواجهات عنفة مستمرة منذ شهور بين مقاتلين من العشائر وقصد في مقال نشره موقع الحل المهتم بالشأن السوري يحاول كاتبه كريم شفيق إعادة ترتيب المشاهد التي مرت بها الثورة السورية في مسارتها الشقة وشدت الشفيق على أن أسلمت الثورة أو تطيفها أعطى الشرعية للنظام ليكون أكثر بطشا ودموية مما سمه حربا ضد الإرهاب والقوى الإسلامية الأمر الذي كشف عن ارتباط عضوي بتلك القوى الإسلامية والعلاقة البراجماتية بينهما والتي ساهمت بإنقاذه من هزيمة تاريخية وربط شفيق ولادة الإسلاموية كحالة سياسية وتنظيمية كانت على يد أنظمة البعث في سوريا والعراق رغم الادعاء بتناقض الشكل والعلاقة الانتهازية بين الطرفين وأكد المقال أن النظام السوري لم يتوانى لحظة عن استدعاء خطابه الطائفي ليختم شفيق برؤية مفادها أن الخيار المزلح كان خيار النظام وليس خيار الثورة في التحالف مع كل من إيران وروسيا